موسيقى مرحبا بكم أيها المبدعون هل أنتم مستعدون لتحويل هواتفكم إلى دوحة فنية حقيقية؟ في هذا الفيديو سنغوص معا فعلا من التطبيقات المذهلة التي ستطلق العنان لإبداعكم وترفع من مستوى أناقة هواتفكم وواجهتها إلى أفاق لم يسبق لها مثيل استعدوا لتجربة فريدة تجعل جهازكم يعكس شخصيتكم المتفردة بأقصى درجات الاحترافية والجمال لنبدأ رحلتنا فورا بعد هذا الانترو موسيقى هل سبق لك أن فتحت هاتفك فقط لتفقد الساعة لتجد نفسك فجأة تضيع 20 دقيقة من التصفح؟ لا تقلق كلنا نمر بهذه التجربة لهذا السبب صمم هذا التطبيق لمساعدتك على كسر هذا السلوك التلقائي والغير مرغوب فيه يحول هذا التطبيق هاتفك إلى مساحة هادئة ومركزة بعيدا عن الفوضى المعتادة للواجهة الرئيسية المليئة بالإشعارات والمشتتات بفضل هذا التلانشتر ستختفي الفوضى البصرية لتحصل على شاشة رئيسية أنيقة وبسيطة ستتحول الأيقونات إلى اللون الرماضي وستظر لك فقط الأدوات المهمة التي تحتاجها والأهم من ذلك يمنحك التطبيق القدر على قفلة تطبيقات لفترة زمنية محددة هذا يعني أنك لن تتمكن من تصفح تطبيقات تضيع وقتك خاصة مقاطع الريلز والفيديوهات القصيرة على انستغرام والتيك توك هذا الوقت الإضافي يمنحك فرصة للتفكير هل تحتاج فعلا لتصفح هذا التطبيق أم أنك تشعر بالملل فقط إذا كانت شاشة هاتفك الرئيسية تبدو قديمة فقد حان الوقت لإضفاء لمسة مميزة وحادثة عليها كما تلاحظ الشاشة الرئيسية على هاتفي بهذا الشكل الأنيق والمرتب وكذلك يمكنك الحصول عليها حتى أنت كل ما عليك صديقة وتحميل هذا التطبيق التاني ثم تقوم بالنقرة نقرة مطولة على الشاشة الرئيسية ثم تتوجه إلى تطبيقات الإختصارات بعد ذلك سوف تجد التطبيق الذي قمت بتنزيله موجود هنا تحت اسم Everton Widget تقوم بالنقرة عليه وسوف يفتح لك مجموعة من الإختصارات لعدة أشكال مختلفة كمثلا الساعة سوف نجد حتى اختصار لأرقام الهاتف أيقونات أو إشعارات الهاتف كذلك أيقونات مثلا الواي فاي البلوتوث وغيرها والعديد من الإطارات للساعة كما تلاحظوا الأشكال والأنواع يمكنك تكبرها بالحجم الذي تريد ووضعها في أي مكان تريد على شاشة هاتفك أيضا سوف تقوم بالنقرة نقرة مطولة ووضعها في المكان الأعلى كما تلاحظ على هذا الشكل نتوجه إلى التطبيق مرة أخرى لاختصارات ونتوجه إلى Everton Widget كما تلاحظون سوف نجد مجموعة من الأشكال والاختصارات لتطبيقات وكذلك لأيقونات وإشعارات كما تلاحظ يمكنك حتى إضافة مثلا يوتيوب وكذلك جوجل جوميني مجموعة من الخيارات الإضافية الأخرى الموجودة داخل هذا التطبيق كما تلاحظ يمكنك صديقي أن تتحكم في الواجهة الرئيسية بالشكل الذي تريد وسوف يضفي جمالية وأناقة أيضا يمكنك إضافة صورتك الشخصية على شكل اختصار في Widget فكما تلاحظون سوف أقوم باختيار مثلا هذه الصورة الخاصة بعد ذلك أقوم أصدقائي بالنقر على خيار Create Widget وكما تلاحظون سوف تنضف الصورة الخاصة على الشاشة الرئيسية كما تلاحظون أصدقائي أينما نقرت سوف يحولوني إلى يوتيوب مثلا أو جوجل كما تلاحظون كل هذه الإختصارات فهي لتطبيقات شغالة كما تلاحظ ما رأيك أن تحصل على هذا الانيميشن عند ربط هاتفك مع الشاحن يطفي على هاتفك لمسة إبداعية واحترافية فللحصول عليها ستجد في هذا التطبيق المئات منها مختلفة أشكال وأصناف فكما تلاحظون يمكنك صديق النقر عليها وتحميلها بعد ذلك يمكنك معينتها ويمكنك إضافتها إلى الشاشة على هاتفك فعند ربط هاتفك مع الشاحن سوف يعطيك ذلك الانيميشن على شاشة الهاتف الخاص بك فكما تلاحظون متوفرة حسب الأشكال والأصناف يمكنك اختيار أي شيء تريد منها فكما تلاحظون سوف تجد مثلا هذا الانيميشن فهو متكامل مع هذا الانيميشن مثلا لديك هاتفين أو مثلا هاتفك أو هاتف صديقتك فيمكنك استخدامهما معا سوف أوريكم الطريقة في الأخير كيف سوف تظهر كما تلاحظون هناك مجموعة من الأشكال عند الربط الشاحن مع الهاتف سوف يعطيك منظر رائع وأنيق فجاهد معي كيف سوف تبدو على شاشة هاتفك وشاشة زوجتك شيء رائع جدا وأنيق وهو كذلك رومانسي هل تسألت يوما عن سر هذا التاريخ والساعة اللي ديني وزيناني الشاشة الرئيسية لكل هاتف سامسونج جديد نراه على الأنترنت بتصميمه الفريد والجميل يطرح هذا المظهر سؤالا متيرا هل هي حركة مقصودة من سامسونج لاستعراض تصميمها المميز أمام باقي مستخدمي أندرويد أم أنها مجرد صدفة جمالية ولكن وإن يكن فأنت صاحب هاتف أندر كيفما كان يمكنك الحصول عليه كل ما لك هو تحميل هذا التطبيق الرابع ثم تقوم بالنقرة على next 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 ثم تقوم بإعطائه الصلاحيات ثم تقوم باختيار مثلا ملف على هذا الشكل بعد ذلك تضغط على close ثم تقوم بالنقرة مطولة ثم تتوجه إلى اختصارات أو ويدجيت ثم بعد ذلك تقوم بالبحث على التطبيق اسمه كويدجيت كما تلاحنون على هذا الشكل ثم تقوم باختيار واحد من هذه الاختصارات سوف تجده فارغ تقوم بتكبيره على هذا الشكل الآن كل ما لك هو النقرة نقرة على هذا الشكل ثم تقوم بالنقرة على خيار import سوف أترك لكم الإضافة التي سوف تحصلون عليها من خلال الأربعاء أو الخمسيني تلك الإختصار الرائع الذي يستخدمه في سامسونج وهواتف الجالاكسي ثم فنقوم بالبحث عليها أنا قمت بإضافتها على التليجرام هذه هي الإضافة كما تلاحظون على هذا الشكل سوف تجدونها سوف نقوم أصدقائي الآن بالتعديل على الألوان كل ما عليك صديقي والنقرة عليها ثم بعد ذلك تضغط على أوكي 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 ثم بعد ذلك سوف تجدوها على هذا الشكل باللون الأسود هنا يمكنك صديقي التوجه إلى global يمكنك أن تقوم بتركيها على هذا الشكل يعني dynamic تتمشع مع لون الخلفية أو تقوم بتركيها باللون الأسود دائما فعلى سبيل المتاسف أنا أتركها على هذا الشكل لكي تتفاعل مع الخلفية التي أضعها على شاشة الهاتف ثم بعد ذلك أصدقائي أقوم بالنقرة على حفظ على هذا الشكل وكما سوف نلاحظ تم إضافتها على الشاشة الرئيسية للهاتف الخاص بنا بهذا الشكل يعني الساعة هنا اليوم سوف نجد المدينة كذلك التاريخ الهجري وهنا التاريخ الميلادي ودرجة الحرارة ترجمة نانسي قنقر